يوم واحد تقط يفصلنا عن يوم العيد قدمت من مدينة يا قادير متأخرا وكان لزمن علي شرار وضحية العيد كان الأمر صعبا نسبيا هذه السنة لكن الصديقين عبد الله وعبد الكبير وقفها بجانبي في البحث عن خروف العيد بأولاد برحيل اشترينا الخروف وسنسافر به إلى تافنجل التي تبعد عن أولاد برحيل بـ 15 كم لنمضي هناك أيام العيد مع عائلتي سنصل الرحمة ونجدد اللقاء مع الأهل والأحباب بمناسبة عيد الأطحى المبارك وسنفتح بعضا بالصفحات تافنكلتة تاريخية وسنطل على طفولتي بها من العادة أن تقام صلاة العيد في المصلى إلى أن ارتفاع درجة الحرارة دفع بالسكان بالاقتصار على أداء صلاة العيد في المسجد الحمد لله ها هي ولا إله ها إلا الله سوء واحزنوا اللهم أكبر اللهم أكبر اللهم أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بعد الانتهاء من صلاة العيد مباشرة يتبادل المصلون السلام والتهاني والتبركات لقاء حرم الناس منه منذ ثلاث سنوات بسبب جائحة الكورونا الانتهاء من صلاة العيد البقاء بسبب جائحة الكورونا الحمد للأطفال التجارير التجارير بتجارير التجارير اللهم أكبر بسبب جائحة الكورونا تجارير إن سنغل يصطف المصلون أمام المسجد لحضور مراسم دبح أضحية العيد يكون إمام المسجد أول من يقبل على ذلك بعد انصراف الناس إلى منازلهم تكون زيارة الأقارب وجبة جلسة شيء خفيفة يتزور فيها ويتلاقفها أفراد العائلة قبل ذهبهم للبحي خروف العيد تلك هي من فضائل عيد أطحى المبارك يا محمد وليش فيه يمعي عمى الله ما ينالي عمى الله ما ينالي جاء دوري كي أدبح خروف العيد اللهم تقبل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد على ما هدانا اللهم اجعلنا لك من الشاكرين بعد الانتهاء من الدبح والسلخ تجتمع أفراد العائلة لتناول وجبة الخطور التي تكون في الغالب عبارة عن بولفاف أو قطبان أو كباب أسماء تختلف من منطقة لأخرى لكن المعنى واحد هو طهي قطع اللحم فوق النار بعد ذلك سنخرج لزيارة بقية الأهل والأحباب وسنزور جبال تزينتاس التي تقع تفينبت عند أقدام سفوحها سأزور أسهاري هناك وسنعيش اختفال آخر من نوع خاص مع شباب تشقال ومع هرمة أو بجلود وأحواش عدنا في ثاني أيام العيد لتافينجول كي نلقي نظرة على إرت المستعمر الفرنسي سنقوم بزيارة بعض المرافق التي كلما وقفت عندها إلا وتذكرت أيام الطفولة والدراسة التي بدأت من هذا الروض هنا كنا نمرح ونلعب ونضحك ونصرخ هنا اختلطت البراءة والطفولة بعذوبة الأيام ونقاء الطبيعة ثم بعده المدرسة الابتدائية كم هي جميلة تلك الأيام التي تذلمت فيها على يد أستاذ العظيم الحاج عبد الحمان الولي شكرا لك أستاذ عبد الحمان شكرا لك أستاذ المحزو الكوريسي شكرا لك أستاذ الطير عمر شكرا لك أيها المرحوم عبد الحمان الأمريكي الساهري والمشرفي على إعداد جداد المطعم المدرسي ما أجمل تلك الأيام الأيام التي كنا فيها مجرد صفحة بيضاء لا نعلم من الأمور بول مكر شيئا كنا مجرد قطة صغيرة قطة تلعب حاولة اكتشاف العالم من حولها كانت أبسط الأشياء تسعدنا ترجمة نانسي قنقر اختفى السوق فجأة واختفى معه الكثير من الذكريات والأسرار بايع وشراء وملاقات بين العائلات نتذكر جيدا مكان الحلقة وترويد الأفاع والثعابين نتذكر الخطار والحداد والإسكافي نتذكر بائع السمك أمام باب السوق نتذكر جيدا مقاهي ومطاعم السوق التي تبدع دوما في إعداد الطاجين باللحم غاب الجزار وغاب القراب وغابت سيارة نقل المتسوقين والمتبضعين مناسبة عظيمة تلك التي يتم الاستعداد لها شهورا قبل حلولها تلك هي ذكر الاتفال بعيد العرش المجيد بالنسبة لنا كأطفال فهذا اليوم استثنائي بالنسبة لنا نفرح ونلهو ونلعب نتبار حول إتمام دورة كاملة تسلقا حول هذه البناية تحدي صعب لا يقوى عليه للأبطال الأقوياء يغمرنا الفرح لكوننا نلبس الجديد من الثياب في صباح عيد العرش نكون بجانب المنصة ليكون أول نشاط لنا هو إرسال النشيد الوطني ويرفع العالم الوطني تحت إشراف السلطات المحادي بعده يبدأ البرنامج المدرسي في عرض الأناشيد والمسرحيات أما بعد الطهر فيلتق الحضور بفرقة مختارة من فن أحواش وبهذا تكون جحافل الناس تصل اطباعا من كل الدواور لحضور الحفل رجالا ونساء وكل ما وصل من النساء مبكرا إلى الحفل ستفوز بهذه المنصة أعلى هذا السطح الآمن الذي يعطي الحاصلة عليه منظرا بانورا من هذه الحفل أما الفترة الليلية فتحيها فرقة موسيقية غالبا ما يتم استقدامها من مدينة تاروداند أما اليوم الثاني فيكون مخصصا لعرض فيلم سينمائي نظيف على الشاشة الكبرى من طرف القافلة السينمائية المتنقلة آخر غرفة للأرجفة تم اقتحامه وإطلاف محتواها من وثائق بالأمس كانت تافينغول تصغر بأرشيف مهم من وثائق التي خلفتها سنوات الأحكام القاسية وللتذكير فقط فقد أصدرت أحكام قضائية في حق شخصيات وطنية مهمة كعلى الفاسي الذي سجين في سجن تافينغول وفر المستعمر الفرنسي سيارة إسعاف كانت مستخدمة إلى حدود الثمانينات بالإضافة لشعنة إطفاء الحريق أما الثكنة العسكرية فكانت سباقة في استغلال طاقة غاز ميثان المستخرج من روث البهائم والممزوج بالماء في صهاريجا خاصة تتفاعل فيه المواد العضوية لينتج عنها غاز قابل للشعال يتم استخدامه في الطهي والإنارة العمومية تتواجد بتافينغول شخصية عسكرية فرنسية مهمة ولتأمل الاستقرار فقد تم تطويق المنطقة الإدارية والعسكرية ولا يسمح بدخولها إلا لسكان تافينغول تغلق الطريق من جهتين بسلاسل تربط بين الطرفي عمودين إسمنتيين خوفا من أي هجوم محتمل من طرف المقاومة الوطنية قام المستعمر الفرنسي بتطوير آلية السقي الزراعي فشيد السواقية الإسمنتية التي تمكنه من سقي حلائقه وملئ مسابح بلاته لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع ولتجنب غضب ساكنة وردأ للخطأ فقد أنشأ على طول القناة التي تنقل المياه خمس محطات لتنصيب الرحى المائية ومعلوم أن الطاقة المائية المتدفقة بقوة من منحدر تدفع شفارة الرحى المسمى بالأمازيغية بأزقن ومن كما شيد كذلك أمكنة خاصة لغسق الثياب والأغطية والأقمشة بجانب الساقية كانت النسوة يستفيد من خدمات هذه المنشأة إلى الأمس القريب كما قام بجلب الماء الصالح للشرب من منبعه عبر أنابيب معدنية بعد تصفيته من الشوائب عن طريق تقنية الترشيح بالفحم والرمل في هذه الخزانة العميقة